متى يجب الاقتسال؟ هذا مهم متى يجب الاقتسال؟ نعم متى تقتسل؟ إسلام الكافر يقول الكافر إذا أسلم لابد يقتسل تمام موت غير الشهيد موت غير الشهيد أي مسلم يموت لابد نغسل ونكفن ونصلي عليه ونجفنه مفهوم؟ نعم إلا الشهيد شهيد المعركة مفهوم؟ لا يغسل تمام والثالث المرأة إذا طهرت من الحيض أو النفاس لابد تقتسل والجماع وخروج المني من محتلم نائم أو من مستيقف أفهم؟ صحيح أو لا؟ كم أصبحت الآن؟ خمس خمس أنا الله أعلم عدت ستة أوقف وين طلب تجلس؟ متأخر وتجلس؟ نعم من الأول؟ الأول؟ الميت موت إسلام الكافر وموت غير الشهيد والمرأة إذا طهرت من حيضة ونفاس والجماع والاحتلام سواء من مستيقض أو من نام إذا خرج المني دفقاً بالإذة سواء من مستيقض أو احتلم بالليل واستيقض وجد أثر المني تمام اجلس بقي شيء؟ ها؟ ما هو؟ ما سمعت شيء؟ سمعتهم شيء؟ قال الحمد لله أنا ما أسمع شيء نعم تمام الدين الإسلامي يقول ابن القيم رحمه الله يقول لو لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بدليل على صدقه هو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام إلا أنه أتى بهذه الشريعة لا يكفي تكفي يقول هذه الشريعة أن فيها الشاهد والمشهود له والحجة والمحتج له والخبر والبرهان وأنه لم يطرق العالم مثل هذه الشريعة والله الذي لا إله له في أوروبا مرأة أسلمت بسبب أنها تعمل في غسيلة الملابس تغسلت ملابس عندكم هنا تعمل في غسيلة الملابس أسلمت عندما رأت الملابس الداخلية للمسلمين أسلمت ليش؟ طهارة استنجاة استجمار نسأل الله العافية والسلامة المشكلة أنكم لا تعرفوا كيف يعيش هؤلاء في الغالب من يعيش بين المسلمين ويسمع خبر عن كفار يظن أنهم في تقدم وكذا ولا يدري أنهم نسر عافية السلام يبول في سرواله والله يعرف ها يضحى هو يعرف عندما يبول أكرمكم الله قائما عندما يبول قائما حتى لا يعني يستعمل شيء لتطهير المكان يرفع السروال مباشرة ويقطر من البولة أكرمكم الله والله هذه الحضارة عندهم نعم وبعد هذا يا أخواننا لابد أن نعلم الناس هذه الشريعة لابد نتعلمها نعلمها الناس قلنا أسلمت هذه المرأة بسبب أنه رأت ملابس أهل الإسلام أسلمت والله المهم آداب قضاء الحاجة نعم ما هي في الإسلام آداب قضاء الحاجة آي الشخ أوقف الأول يقول قبل الدخول ماذا أصنع أقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائف بالتسكين سك تسلا تمام أقدم الرجل اليسرى عند الدخول عكس مسجد ومنزل وعند الخروج أقول بعد أن أخرج غفرانك وأقدم الرجل اليمنى تمام لا أدخل بشيء فيه ذكر الله الكتب المصاحف صحيح صحيح البخاري حسن المسلم وأنقطع عن ذكر الله لا أذكر الله عندما أدخل الحمام وأستتر وجوبا وجوبا لابد أستتر عن أعين الناس فعندما أدخل الحمامات أغلق الباب إذا كنت في الفضاء أو في الصحراء أو في الغابة أبعد أو أستتر بحيائق بجدار بشجرة بسيارة بأي شيء أنقطع عن كلام الناس يعني ما يمكن يحط سماعة الآيفون هنا ويبدأ يتكلم ويقول ما ها أيش الأخبار متى ننتهي والرحلة اليوم الساعة كم لا إلا للحاجة تمام لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لا يبون في الماء الراكد لا أكرمكم الله يقضي الحاجة في أماكن يؤذي فيه الناس ولو كانوا كفاراً ولو كانوا أهل بدع لأننا إذا أردنا أن نعظ أهل البدع نعظهم بآله بالكتاب والسنة ومن لم يتعظ بالكتاب والسنة فلا واعظ له مفهوم؟ يعني ما تعظهم تروح تبول في حسينية الله يهديك أشياء نعم خطأ هذا ما يصح والله إخواننا تمام نعم وأيضاً قال لابد لا يمس ذكره بيمينه ولا يبون في أماكن يؤذي فيها الناس تحت الأشجار المثمرة أماكن جلوس الناس أماكن تنزه الناس أماكن أقهاء أصحاب الله هذا ولا كشتاد انتبهوا نعم لابد تبين للناس نعم ما أسمع قال وله أن يبون قائماً بشرطين له أن يبون قائماً بشرطين الشرط الأول أن يأمن من انكشاف الناس العورة الشرط الثاني أن يأمن لا يرتد عليه رشاش البول لابد يختار مكان رخو لي ليس صلب لبوله وإذا لم يجد إلا مكان صلب يدنو من الأرض لا يبون في الجحور في أماكن فيها الهوام الحيات الأفاع العقارب حتى لا يخرج عليه شيء تمام إذا انتهى من قضاء الحاجة إذا انتهى من قضاء الحاجة وجب عليه وجوباً تطهير المكان وجب عليه وجوباً تطهير المكان تطهير المكان يقول على صفتين الصفة الأولى بالماء وهذا واضح لا يحتاج إلى شر كيف يطهر المكان بالماء الصفة الثانية بالمنادين بالحجارة بالأخشاب بالخراب مفهوم؟ هذا الأول يسمى استنجاء واستعمال الحجارة المنادين وكذا يسمى استجماء تمام الفقهاء بعض الفقهاء يقول الأولى أن لا يمس النجاسة بيده فيخفف أثر النجاسة بالرشاش عندنا مثلا رشاش الماء قبل أن يمس النجاسة بيده يقسل مكانها طيب استعمال الحجارة المنادين يشترط فيه شروط الأول أن تكون طاهرة لا نجسة الأول أن تكون المنادين الحجارة طاهرة لا نجسة مفهوم؟ فما يأخذ شيء نجس طاهرة لا نجسة الثاني أن تكون ألا تكون محترمة أن ما يصح يأخذ أوراق الجرائد خاصة الجرائد العربية لأنه في الغالب فيها عبد الله وعبد الرحمن والملك عبد الله رحمه الله صحيح وأن لا تكون طعام لا للإنس ولا للجن ولا لدواب الإنس ولا لدواب الجن مفهوم يا أخي خبز برسيم عظم لا لا يستعمل هذا والأصل أن يستعمل ثلاثة مناديل ثلاثة أحجار لأنه الآن مثلاً لو أخذ هذا الحجر الأول اعتبر هذا حجر ومسح هنا مرة أصبح الحجر نجس لا يستطيع استعملوا مرة أخرى إلا إذا كان الحجر كبير يمسح مرة من هنا ومرة من هنا ومرة من هنا ممكن المنديل إذا استخدموا مرة واحدة أصبح المنديل أيش نجس إلا إذا كان المنديل كبير مثلاً يمسح من هنا مرة من هنا مرة ممكن مفهوم أقل شيء ثلاثة أحجار ثلاثة مناديل هذا أقل شيء حتى ولو حصل النقاء بحجرين لا تكتفي أقل شيء ثلاثة أحجار ثلاثة مناديل فإذا رجع المنديل أو الحجر جافاً ليس فيه أثر بول ولا غائط هذا معنى أنه حصل النقاء تكتفي بالثلاثة وإلا تزيد تزيد حتى يحصل النقاء كيف يحصل النقاء بأن يرجع المنديل والحجر جافاً? ليس فيه أثر بول ولا غائض مفهوم؟ تمام حصل النقاء بستة أحجار ستة مناديل السنة أن تقطع على عدد فردي لا عدد زوجي تزيد السابع استحبابه وإلا إذا بقيت على ستة يصح ولا إشكاه الأصل أن المسلم مؤتمن على طهارته ولا يوسوس لأن أكثر وسواس عندنا يحصل أين؟ في الطهارة وفي الصلاة وقال ما بال اليهود والنصارى لا يأتيهم وساوس في عباداتهم؟ قال لماذا يهود ارفع رجليك لماذا اليهود والنصارى لا يأتيهم؟ أنت ما عندك مشكلة هذا ممنوع وأنت مسموع للحاجة قال لماذا اليهود والنصارى ما عندهم سجود سهو ما عندهم كذا في عباداتهم؟ قال وما يصنع الشيطان بالقلب الخريب أعمالهم لأنها خراب يريد يفسدها الشيطان لا أعمالهم لأنها خراب ما يخربها هي خراب مفهوم جدر الآن منهدم إيش تصنع فيه ولشهو منهدم صح لكن أعمالك لأنها صحيحة بإذن الله أنا كيف أعرف أنها صحيحة الله سبحانه وتعالى وضع لنا علامات وأمارات نعرف بها صحة العمل من فسادي صح الآن نحن بفضل الله صلينا المغرب جاءنا هذا الشيخ وقال صلاتكم للمغرب صلاة باطلة نقول اسمع نحن صلينا الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها وانتفت عنا المبطلات ما عندنا مبطل أنت تدعي البطلان أنت مطالب بالدليل صح أو لا أين ما يستطيع أن يقول صلوا لأنه ممكن يجيك بعض الجهال اليوم قال صلاتكم باطلة نقول اسمع توكر على الله نحن صلينا الصلاة القبول وعدم وعلم عند الله لكن الله سبحانه وتعالى وضع لنا علامات وأمارات نعرف بها صحة العمل من فسادي مفهوم؟ أي نعم طيب فالشيطان يريد يفسد عليك الأعمال بماذا؟ بالوساوز أنت تعبد من؟ والوساوز من الشيطان؟ إذن إما أن تصغي لكلام الله وتترك الوساوز أو تكون مع ابني تختار أنا مع الله سبعا لا شك جاء رجل لابن عقيل ابن عقيل إمام وقال يا إمام إني أنغمس في اليم أنغمس في البرميل مثلا في الماء يدخل بكامله ثم قال عندما أخرج أرى أن مني جزء لم يصبه الماء ماذا علي؟ ابن عقيل قال أرى والله أعلم أن مثلك لا يصلي أنت ما تصلي خلاص تكعو قال ولما؟ لما أسقط عني الصلاة؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاث وأنت أحدهم مجنون هذا أحسن خيار للموسوس تخيره بين ترك الوسواس أو ترك العبادات تكون مجنون لا تضحك يا أخوان لأن بعض الموسوسين مريض ولازم من علاج لكن ليس علاج نفسي أذهب إلى الأطبة لا لابد علاج بالسنة كذا بالدعاء بهذه الأمور مفهوم؟ نعم وبعض الطلاب هدان الله إياه يظن أنه به سلس بول وليس فيه إلا العافية ويظل في الحمام ربع ساعة ويقفز ويلف حول المسجد خمس مرات وما إلى ذلك لا يا أخي عندك شكال تظن أنه به سلس بول اذهب العلماء يا أخي اسهل مفهوم؟ أين نعم؟ طيب أخذنا إذن وقفنا إلى أداب قضاء الحاجة وأخذنا الاستنجاء والاستجمار نقبل بإذن الله تعالى بعد صلاة العشاء والله أعلى وصلى الله وسلم عن نبيا محمد وآله وصحبه وسلم جزاكم الله وخيرا يا شيخ لديك أسخة أخرى للكتاب أي كتاب؟ أنا أخذ الكتاب أنت درس مهمة شرح درس مهمة؟ طيب أبشر متى؟ أنا موجود بره يا شيخ لا أعرف شوف هذا محمد أمين عنده نسخة إذا عنده نسخة يعطيك هذا ما عنده أنا أجبه هذا الواقف أسأل